هذا واستنكرت قوى وشخصيات سياسية عراقية قرارا أصدره مجلس محافظة باب ليدعوه بمقاضات المطالبين بتمكيل نازح جرف الصخر من العودة إلى منطقتهم التي نزحوا منها في عام 2014 وقال تحالف القوى العراقية أنه لا قيمة لقرار مجلس المحافظة واعتبره جريمة ومحاولة لأحداث تغيير ديمغرافي قسري في هذه المنطقة واعتبرت هذه القوى السياسية أن قرار المجلس انتهاك واضح لحقوق الإنسان وتشريع لمخططات التغيير الديمغرافي بدوافع طائفية تقوم بها أطراف باتت متنفذة وتعجز الحكومة العراقية على مواجتها وكبح جماحها وتقع منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل وقد أدت معركة استعادتها من تنظيم داعش الارهابي في أكتوبر تشرين الأول 2014 إلى نزوح سكانها الذين يتجاوز عددهم نحو 120 ألف نسمة